بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس النهاردة ضربتين قاضيتين دائما النادي الأهلي الحقيقة أنا عندي مشاعر داخلية وسعادة كبيرة جدا جدا للناس اللي كانت بتتفرج على مباراة الإسماعيل الصبح ضد ناشئين النادي الأهلي النهاردة وأيضا لأنه منذ قليل أقل من حوالي نص ساعة تقريبا أو تلت ساعة فاز رجال النادي الأهلي على رجال نادي الزمالك في كرة السلة فازه الزهائي في دور السوبر طبعا فاز الزهائي النادي الأهلي فاز في اللحظة الأخيرة أو في الدقيقة الأخيرة زي ما دايما متعودين آخر جزء من الثانية قدر النادي الأهلي أنه يفوز على نادي الزمالك في ملعب نادي الزمالك بسبب خطأ من لاعب في نادي الزمالك خلانا نحصل على تيكنيك الفاول حاجة اسمها تيكنيك الفاول بتاخد بتشوت رميتين وبتاخد الكرة جبنا الرميتين وكان الفرق تلت نقاط جبنا الرميتين وأصبح الفرق نقطة وبعد كده تلعبت لعبة أنا آسف رمية واحدة وبعد كده سلسيا اللي كانت القاضية الحقيقة في هذه المباراة لأنه النهاردة فرحتين يعني دايما النهاردة بتلاقي فرحتين وكل الناس مبسوطة كل الأهلواء مبسوطين مش مبسوطين عشان احنا اتعادلنا مع النادي الإسماعيلي لأنه دايما احنا في كرة القدم يعني ولكن لا احنا مبسوطين علشان عندنا ناشئين وشباب هم رجال المستقبل في النادي الأهلي مبسوطين ان احنا كجمهورين الأهلي وانحنا عادين بنتفرج اه فيه اخطاء في المطش والحكم كان من المفترض ان هو يطرد لعب نادي الإسماعيلي بهر المحمدي وكان المفروض يحصل حاجات كتيرة جدا وراكلت الجزاء هيراكلت الجزاء الصحيحة 100% ولكن كل ده هتكلم فيه وحتكلم عنه ولكن اللي همننا كمشجع أهلاوي ان مستقبل النادي الأهلي في أمان سيطرة النادي الأهلي القادمة ان شاء الله هتكون في أمان ليه؟ لان اللي شفته النهاردة من روح انت بتلاعب الفريق الأول لكرة القادمة بالنادي الإسماعيلي مهما غلطه ومهما حصله مهما قالت أي حاجة يظل دائما النادي الإسماعيلي هو نادي كبير جدا جدا في عالم كرة القادمة وانت بتلاعب كامل نجوم النادي الإسماعيلي اللي بيتعاقد معهم رئيس النادي الحالي الأستاذ يحيق كومي وبيمحترفينه بصراطة كل حاجة بيلاعب نشئين النادي الأهلي ومعهم حسام حسن كابتن حسام حسن وكابتن محمد محمود وكريم فؤاد ومحمد محمود بقاله سنتين مصاب كريم فؤاد بقاله فترة ملعبش مع النادي الأهلي حسام حسن عمار حمدي هو الوحيد اللي يعني يمكن رجله في الملعب شوية ولكن كل ده مش فارق معايا مش فارق معايا ان انت المفروض كنت تطرد حكم المباراة كان المفترض هو يطرد باهر المحمدي مش مش يعمل احتواء لباهر المحمدي نظرية الاحتواء المظهر مكملة معنا شوية فلا متعملش كل ده مش فارق معايا مش فارق معايا خالص لكن اللي فارق معايا شخصية لعبة النادي الأهلي هم وقفين شخصية لعبة النادي الأهلي وهو رايح يجيب الكرة من الجن انا بلعب النادي الإسماعيلي بكامل نجومه النادي الإسماعيلي بكامل نجومه وراح اجيب الكرة من الجن وبجيب جن في الديئة تسعين ولا تلاتة وتسعين اتنين وتسعين وباخد رايح ااخد الكرة من الجن وعشان اجيب الجن التاني هو ده الفارق هو ده اللي انا بتكلم عنه هو ده الفارق الكبير ما بين النادي الأهلي ليه؟ ليه دايما نشيئين النادي الأهلي لما أي فريق في الدولة العام المصري لما بيدور على استعارة أو إعارة بعض اللاعبين أو تدعيمات بيروح لمين؟ بيروح لنشيئين النادي الأهلي ليه؟ عشان الكلام اللي أنا بقوله ده كله علشان الكلام اللي كل جمهور النادي الأهلي بيتوقعوا وشايفوا من لعبة النادي الأهلي وبينتظروا من لعبة النادي الأهلي سواء شباب أو ناشئين أو حتى براعم هي دي راكلة الجزاء مش فارق معايا الناس اللي بتقول إنها مش راكلة الجزاء أنا فارق معايا إن الخبراء كلهم أجمعوا إنها راكلة الجزاء وبالتالي مش فارق معايا الهدف اللي إحنا جبناه أنا فارق معايا الشخصية شخصية النادي الأهلي موجودة في أول دقيقة لآخر دقيقة من أول دقيقة لآخر دقيقة خد بال حضرتك أحمد ياسر غريب عامل أحمد سيد غريب أنا آسف جايب أحمد سيد غريب جايب جون وعمل متابعة رائعة جدا الحقيقة حاجة جميلة جدا وحاجة عشان كده الواحد مبسوط أنا مش معايا الجون جيم في النادي الأهلي بدري تهد أي لعيب صغير إلا لعيبة النادي الأهلي وإلا ناشئين النادي الأهلي وهذا هو الفارق بين شخصية النادي الأهلي أو شخصية اللاعب في النادي الأهلي وأي حد تاني